السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس ستوديو ماكس عشرين عشرين بالعربي. النهاردة هناخد درس جميل قوي. احنا كنا خدنا قبل كده زي نعمل اشكال مجسمة اللي هي خدنا من خدنا حاجة اسمها خدنا منها وعرفنا نعمل حاجات المجسمة ديت. تمام? خلينا نكبر الشاشة. طيب ازاي بقى نعمل حاجات دي? شفتوا كده اكيد عدته على برنامج زي مسلا ورسنته اي او كتبته اي كلام. طب هل نعرف نعمل الكلام ده هنا? ده نعرف نعمله وجزء مهم قوي 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 لو تعلمته في انت عديت حتة حلوة. ولو اتقنته وعرفت تشتغل به ان احنا هنقسم دي شوية اه يعني درسين. دي العادية وهناخد اللاين لوحده لان اللاين ده لو فهمته كويس قوي انت صدقني عديت في في حاجة اسمها انت عديت شوية حلوية. فا اول حاجة هتيجي هنا احنا كنا خدنا في الجيومتري هتلاقي جنب الجيومتري حاجة تانية علامة كده جايب لك دايرة جنبها مربع متقطعين في بعض كاتب لك الاشكال قلنا هنسيب اللاين ده عشان ده ان شاء الله هعمل له درس لوحده هنيجي ناخد هو شكل مربع او مستطيل. تمام? ومن الاحسن ما نجي نشتغل على الحاجات يعني نشتغل في في بلاش نشتغل في فهنيجي نشتغل هنا في هنرسم لو تلاحز انها برسم من جوة لبرا من يعني طب الكلام ده قدر اسمه زي المربع كده اه ممكن ترسم من فارسم من هنا لهنا. فدي عن طريق ان انا اختار من اهو بيرسمي من اهو من اهو من هنا لهنا. نمسح على نظافة ونبدأ نجيب واحد تاني اهوت ونبدأ نتكلم. طيب انا ده مربع ولا مستطيل? مش مش فارق. انت حسب الرقم ان انت هتدهوله. يعني انت النهاردة هتقول له والله ده تسعين في تسعين خلاص بقى مربع. هتقول له تسعين في مية وتلاتين خلاص انت عملته مستطيل. طب ايه اللي خلينا يعني بوكس مسلا يعني يعني زي كده واروح بقى هناك اعمل له بتاعه. حركة حلو قوي ان انت كمان ممكن تعمل يعني شايف شايف البوز ده. البوز اللي فوق ده لو انت قربته هتلاقيه حد جدا. تمام? طب ازاي اخليه ياخد شكل ناعم كده? فعندك دي لو لو بدأت انت تكبر كده هتلاقي بتاعتك بدأت تنعم وتاخد شكل كويس. طيب. نركز على الحتة بتاعت دي لان احنا او عشان هتقابلنا بعد كده هي والكورنر. طب لو جينا في السيركل. السيركل اهو برضو بيرسمها وخدت بالك انا بيرسمها منين? تاني اهي من السنتر هرسمها بصوا كده رسمها طب لو انا مش عاوز اعمل كده انا عاوز ارسمها صح مسلا من السنتر هدوس على السنتر واجي بقى اوقف في اي حتة واسحب كده كايني بقى النص القطر هو بيكمل بقية الموضوع. على عكس لما عملها فانت بترسم كده دايلك انك بترسم مربع يا بص بترسم من حتة لحتة مش هتحس بيها قوي يعني. برضو انت دي براحتك في الاخر انت اللي هيهمك هنا سواء رسمتها كده ولا كده ان بتاعها القطر بتاعها او النص القطر بتاعها. وتعال بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي. لو انا قلت تلاتين. هي تلاتين دي. هو بقولي تلاتين سنتي. طيب تلاتين سنتي انا لو جبت بقى كده اه بوكس مسلا او ريكتانجل وقلت له ايس من هنا الهنا. بص هو قال لي العرض بتاعها تلاتين. يبقى كده هو الماكس بيتعامل مع الدايرة نص قطر. خد بالك زي ما انت درست قبل كافة الهندسة طه ناك تربيع والكلام ده. هو بياخد من النقطة اللي في النص. من النقطة اللي في النص دي. لغاية هنا. ده المقاس اللي هو اسمه بتاعه. يعني ما تجيش ترسم دايرة وتقول لي اصلا رسمتها وروح تكاتب تلاتين. فانا كده رسم دايرة من اولها الاخرها تلاتين سنتي. لا يا بابا انت كده رسم تلاتين وتلاتين. رسم ستين. تمام? اه ده تاخد بالك عشان ما تيجي تخرج مقاسيتي. يعني ساعات في مرة وقعني قبل كاف مشكلة مع حد كان عامل الحركة ديت وراح عامل شايفت دايرة قطرها دي ايه فقال دي تلاتين وحسبها كأنها مربعة. بس هي كان نص القطر معناها ان هي كانت ستين. تماما دي بتبقى تكلفة تانية خالص مصيبة تانية خالص في الشغل. فتأكد بس عن ان انت شغال نص القطر مش القطر كله. يعني يعني مش زي المربع. سوري. مش زي. خلينا نجي هنا. لو ده نفس الشكلة هو هتلاقيه كده اهو. ده مسلا مكتوب عليه هتلاقيه مكتوب مسلا ستين في ستين مسلا ولا حاجة. يعني ده لو قلنا ستين في ستين وجينا هنا قلنا ده خليناه تلاتين. بص هتلاقيه نفس المقاس تقريبا. فانت تركز عشان ما تتعاملش مع الدايرة عالس انها مربعة. هو بياخد نص القطر. معلش طولت عليكم في النقطة دي. بس عشان فعلا والله يوقعت ناس في مشاكل قبل كده قدامي. طيب اه الشكل ده هو شكل بيضاوي. هو شكل بيضاوي. طب الشكل ده اه عيش بقى حياتك هو كده مش هيتعامل بقى بموضوع السنتر هو بقول لك من الاخر طول وعرض يعني هو بيقول لك اتعاملوا كأنه زي البوكس اهو. يعني بقول لك اديني اه ما اس كام هتقول له مسلا مية فعرض مسلا متين فاخر صورة يسملك الحاجة بتاعتك. زرار الاوتلاين. لو انت دست على زرار الاوتلاين ده كده هيعمل لك تخانة. فهو بيقول لك بتاعه هو كده صفر فانت مش شايفه. طب لو خليناه اتنين اهو بدأ يعمل لك تخانة. تمام? اهو تكبر بقى فيها اول انت تخليها بالماينس يعني بالسالب والموجب. فبراحتك الموضوع هنا في يعني انت زي ما انت عايز. وانا بتحرك كده ازي من غير مكتب بمسك الاسهم دي واطلع فوق انزل تحت زي ما انت عايز. ولو ده يعني انت النسبة دي مع يعني الشاشة خلصت كمل هتلاقي الماوس بيطلعك من تحت. يعني النهاردة لو جيت اهو قدامكم. وعاوز اكبر ده. فهطلع اهو بص الماوس بتاعي. هيبدأ يمشي اهو شايفينه? هيبدأ يمشي لغاية ما طلع فوق. هنزل لي تاني من تحت اهو شايفوني يطلع من تحت اهو. عشان اكبر انا اجيب مقاس غريب بقى مش مش عارف اجيبه عن طريق الشاشة. طيب ده حاجة خدناها خليه ناخد كده. اه ازاي نعمل كده? تمام? فعندك يعني طريقتين نعملهم. الراجل بقول لك ديت يعني بقول لك ممكن نعمل نقطة نقطة يعني تدوس كده وتسحب وتروح تدوس على الناحية التانية وتبدأ تاخد بقى الارك ده تقول له والله انا عاوزك تلف معي لغاية هنا. وتسيب. طب انا ممكن اعمل من هنا. من ادوس كده واسحب واسيب هناك. انا ممكن افضل اعمل لغاية ما بص يعني احرك لغاية ما يعمل لي الدوران اللي يعجبني شايف? انا بحرك لغاية ما يجيب الدوران اللي يعجبني. اهو. طيب دي الطريقة الوحيدة? لا في طريقة تانية احسن كمان ان انت تعمل كأنك بزبط ترسم بالبرجل. يعني ايه بالبرجل? هتدوس في السنتر. اهو. وتبدأ تسحب لغاية المكان اللي انت الريدياس بقى نص القطر اللي انت عايزه. وهتسيب هنا. وهتبدأ تمشي ترسم كأنك بترسم بالبرجل الحتة اللي انت عايزها. طب لو انا خلصت كده. اهو انا قدر اتحكم فيه. يميل جدا. القطر اهو. تحكم فيه زي ما انت عايز. وفيه يعني. بدء من اول الصفر. انا بدء من اول الصفر اهو. لو عاوز ابدأ من من فوق شوية. هابدأ اغير الارقام. وتو الى. يعني من الى? انت بقى بتبرحتك. اعمل المقاس زي ما انت عايز. يعني ممكن خليه من فرونك كده مسلا لغاية مية. او كده عمل. او لغاية تسعين. فبقى زاوية تسعين. مية وتمانين. اهو. تمام? فطيب انا لو عاوز اخليه مسلا حاجة زي كده. وعاوز اعمله زي ديت اهيه. خلاص. هو لو انت عاوز تقفل الحتة دي. مش عاوز تقفلها خلاص. طيب. الشكل ده هو بيعمل زي الدونات كده. بيديك آآ ويديك برضو من جوة لها. وبالتالي هيبقى عندك للأولاني والتاني. كل واحد تتحكم في القطر بتاعه. وبرضو في الرسم هو خلاص باحنا قلنا يا ترسمها عن طريق السنتر يترسمها كأنها كده. فده حسب حريتك انت. الان جان بقى دي دي اداة جميلة قوي. اللي هو عارف ترسم بيها الاشكال اللي شكل الخماسي السوداسي يكشي السوداسي حتى مسلس. فانت بترسم الشكل اللي عجبك. وبتبدأ تقول له والله انا القطر بتاعه من النقطة دي لغاية هنا. النقطة دي مسلا قطر وستين مسلا زي ما انا عايز. وتقول له والله انا عاوزه خماسي سوداسي زي ما انت عايز بتديره الرقم اللي عجبك. وفيه جميل قوي كمان ان احنا شفت دي لما احنا عملنا لها آآ دوران كده في البوكس او الريكتانجل يعني يبقى عندنا هنا نقدر نتحكم في بتاعتها بسهولة جدا. تعالي ناخد ازاي نرسم نجمة? فخلينا نقول الاول نخليها مسلا ستة مسلا او خمسة اي حاجة. وتعالي نرسم شكل النجمة بتاعتنا الجميلة اللي احنا عارفينها. طيب اقدر اتحكم في النقط دي اقدر اتحكم بان انا بالشدة التانية. فتقدر ان انت تتحكم فيها عن طريق التانية قبل ما تسيب ان انت تدخلها الجوه كده او طلاحها لبرة زي ما انت عايز. طيب في تريكتاني اه انت كده بقى عندك في من النقطة دي نقطة دي ادي كتر ومن النقطة دي لابعد نقطة ادي كتر تاني. ازا انت هيبقى عندك الاولاني اهوت اللي برة. وعندك الريديوس التاني اللي هو اللي جوه. بالترتيب زي ما احنا لسمنا. احنا لسمنا اللي برة الاول وبعد كده لسمنا اللي جوه ده. طيب. ديت احنا عامنين خمسة. قادر اخليهم ستة سبعة تمانية زي ما انا عايز. ده هو بيبدأ يعني يبقى جرح كده او عارف انت لها تحويل في شكلها. فلو جينا كده هتلاقيه بدأ بص بدأ يلفها. يبرمها كده. تمام? فدي برضو لو انت محتاج ترسم حاجة شابه كده فهتقدر انت ترسم ديستار وتحولها بقى من منظر ده. احنا كده عندنا اتنين تمام? فبقى عندك النقط اللي برة والنقط اللي جوه. لو عاوز تغير الشكل ده الحاد اوي ده وتخليه دوران هتبدأ بص تناعم الحواف اللي اللي برة. ماشي او تخليها حد ده. والفليت التاني بتاع هتبدأ تناعم اللي ايه? اللي جوه فممكن بص او كده فبقى خليناها شكل عامل بمنظر ده. او ان انت بقى تقطر تصغر زي ما انت عملنا نجمة البحر ايه. تمام? طيب. اه الشكل ده وانا هعدي التكست لان انا الماكس عشرين عشرين فيه التكست العادي. وفيه حاجة اسمها التكست بلس اللي هو هتلاقيه في الجيومتري. وانا قلت لك هبقى اعمل لكم درس على التكست بالزيت لان التكست انا حيب اتكلم فيه شوية يعني على الواحده يعني. الشكل ده تعالي ناخده في عشان نشوفه اكتر. اه شكل حلزوني كده. وبترسم برضو بكزا تكا كده فهتلاقي عندك الريدياس الاولانية اللي هي تحت مسلا دي والريدياس التانية اللي هي الفوق. وعندك الارتفاع بتاعه. وعندك اه بص برضو هتلاقي كام كام لفة كام كام شكل حلزوني يعني كام دوران والبيز بقى بتاع هوا كلهم رايحين لفوق ولا قاعدين لتحت. تمام? فده وحسب بقى اللف بتاعه وحسب ماشي مع عارب الساعة او عكس عارب الساعة فدي برضو ايه? دي هنعرفها من هنا. تمام? الايج ده شكل شكل عامل زي البيضة باختصار يعني. وبرضو الاوتلاين زي يعني عشان هي مفعلة هنا فهتلاقي بيعمل اوتلاين لو لو شلنا الاوتلاين دي ورسمنا كده هتلاقي بيعمل لك البيضة دي عادي خالص. اه السكشن ده هيرسم لك زي بتاع لما بدي نرسم حاجة هندسية ولا بتاعه. ده اه لو انت عاوز ترسم خط كده عادي خالص. فده سيبكم انه خالص دوقتي احنا لما ان شاء الله نخش على الدرس التاني بتاع هنعرف بقى نرسم بما زيك كده ونفهم كل حاجة فيه ان شاء الله. فاشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية مع درس وهو تنسوا ده درس مهم جدا ومن اهم دروس في او الحاجات دي شيب. فاشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة